بين مؤكد على حاجته إلى تطوير وقائل بأنه بالفعل يشجع الفن والإبداع فإن التعليم في السعودية يظل قضية محل جدل بين الخبراء البعض يقولون إن التعليم الحكومي يحتاج إلى تطوير حيث أصبح الكثير يعزفون عنه ما أدى إلى ظهور دور للمؤسسات التي تعكف على تطوير التعليم الخاص المسؤولون السعوديون يؤكدون على أن التعليم في تطور مستمر يعني أنا أحكي لك عن منطقة مكة اللي أنا مسؤول عنها منطقة مكة فيها أكثر من جامعة فيها خمسة وست جامعات الآن في منطقة واحدة في مكة هذه الجامعات لها فروع في كل محافظة من محافظات مكة المقرمة أنا أقوم بزيارات سنوية لجميع محافظات منطقة مكة المقرمة في العشر سنوات الأخيرة وجد تغير كبير جدا في الإنسان فكرا وثقافة وعدارة واقتصادا وتجارة في كل المجالات نحن الآن ننتقل من مجتمع يأخذ من غيره ويقلد غيره إلى مجتمع يريد المشاركة مع غيره نريد أن نشارك العالم في النهضة نريد أن نشارك العالم في التفكير نريد أن نشارك العالم في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية والفكرية والثقافية ونعمل إن شاء الله أن في القريب العاجل سوف نشارك العالم في التقنية كذلك وفي التحديث في كل شيء وفي مناسبات عديدة كان للتعليم الخاص دور الريادة في تطوير جوانب مختلفة من التعليم وتم تطبيق نظام اليوم الكامل وتم تطبيق إضافة مناهج جديدة منها وأفتخر هذا اليوم من هذه البرامج كان برنامج مهم جدا وهو التربية الوطنية وأول ما طبق طبق في مدارس الملك فيصل وبعد ذلك تم تعميمه على جميع مدارس المملكة ولكن كان الأساس من المدارس مدارس الملك فيصل كانت هناك أيضا بدأنا بتطبيق البرنامج الانترناشنال البكالورية في مدارس الملك فيصل وكنا من أوائل الناس الذين يطبقوا والآن هناك مدارس عديدة تطبق هذا البرنامج في المملكة ويتجسد حجم دور المنظمات الأهلية في تطوير التعليم في الاستثمارات الموجهة لهذا المجال فلقد استثمرت المؤسسة ما يزيد عن مليار ريال سعودي لدعم البحوث والمؤسسات البحثية وما يزيد عن 500 مليون ريال سعودي لدعم المبادرات والمؤسسات والبرامج التعليمية وبالنسبة للمنح الدراسية استثمرت المؤسسة ما يزيد عن 100 مليون ريال لتعليم الطلاب الذين يحتاجون الدعم لإستكمال تعليم وخاصة للطلاب المتفوقين طبعاً طب هذه الاستثمارات معظمها محلية يعني ماذا عن جهودكم فيما يتعلق برابط هذا التعليم بمنطومات دولية وجعل التعليم يتأثر بأفكار ربما تكون أكثر لليبراطية تبنت مؤسسة الملك فيصل استقدام برنامج البكالورية الدولية جهود يتطلع الجميع أن تثمر في إحداث التطور والتغيير المطلوبين في المجتمع السعودي محمد طه بي بي سي الرياض ترجمة نانسي قنقر